كمان كلنا معظمنا تابع طبعا المؤتمر الصحف اللي اقامه الاتحاد المصري لكرة القدم وقدمه كابتن حازم امام في بعض القرارات الهمة المصرية اللي بتخص الكرة المصرية الحقيقة طبعا كان اولها اقالة الكابتن اهاب جلال اللي عايزة حطها ما بين قسين هل الكابتن اهاب جلال ظالم ام مظلوم وهاخد من دوت وقول معظم مدربين في مصر هنا للأسف فيها ظلم كبير جدا ليه ظلم كبير جدا لان على مستوى التطوير لم يقدم لغاية دلوقتي الاتحاد المصري لكرة القدم ما يلائم المدرب المصري ما يرجو كل مواطن ان يرى المدرب المصري بهذا المستوى وده اتكلم فيه النهاردة حازم واتكلم على التطوير واتكلم على الرخص وحاجة لموضوع الرخص التدريبية وحقف شوية لان يعني هنتكلم في اكيد معظمنا محمد الفورمي النهاردة النهاردة الرياضي هيكون مشرفنا في المحترف لكن سريعا عايز اقول لحضراتكم ان الدورة الاخيرة في المغرب كانت البرو البرو ليسنز او رخصة البرو وعايز اقول لحضراتكم ان انت ما تنفعش تخش هذه الدورة الا ما يكون عندك الرخصة ايه يعني النظام الدولي المعروف يمكن ده اللي انا شفته ودرسته في المانيا انك بتبدأ من السي وبعدين البي وبعدين الاي وبعدين بتاخد البرو وكمان حاجة يعني برضو الناس كتيرة ما تعرفهاش انك لما بتاخد السي ما بتاخدهاش وتقعد في البيت وبعدين بعدها في سنة تروح تاخد البيت تاخدها وتقعد بها في البيت لا ده انت شرط ايجاة يعني شرط انك بعد ما بتاخد السي بتشتغل بيها لمدة سنة وبعدين بتقدم على البي لان طبعا انت بتاخد في ال سي او في اي دورة بتاخد شكل نظري وشكل عاملي ولكن لازم تطبقه على الارض الواقع لازم بعد ما بتاخد السي السي داية لمرحلة سنية معينة من سن مثلا 8 سنين لسن 12 سنة فلازم تبدأ بتاخد السي داية وتبدأ تشتغل مع الولاد في المرحلة العمرية داية وبعدين بتروح على البي مرحلة مختلفة من 12 سنة ل16 سنة تاخد ال سي والبي وتبدأ تشتغل وهكذا وهكذا فعايز اقول لي ان المدرب المصر لغاية دلوقتي مظلوم مظلوم في حتة عدم التطوير التطوير يا جماعة خلي بالك صعب ومش سهل انك تطور نفسك عايز مبلغ كبير جدا انك تتابع كل الدورات الاوروبية وانك تروح وتاخد اللايسنس وتاخد دورات تدريبية دا مجهود ودا حتى على الجانب المادي فكل الاتحادات في اوروبا بتعمل الجزئية دي لتطوير مدربينها وشوفنا على سبيل المثال التجربة الالمانية قد ايه التجربة الالمانية فرضت مدربين كبار جدا بتتكلم على يوجن كلوب بتتكلم على طخل بتتكلم على جلينزمان بتتكلم على فليك بتتكلم على مدربين لا يتعدى عمرهم الـ 45 او 50 سنة بالكتير اوي ولكن مدربين على مستوى عالي بتتكلم على جلينزمان دا طبعا بيدرب باير مونيخ عنده 36-37 سنة فعايز اقول يعني هارد لك للكابتن ايهاب طبعا جلال كلنا يعني خلينا نتكلم بكل امانة التوقيت كان صعب والمأمورية كانت مش سهلة في زل طبعا التخبط الاداري اللي كان موجود بشكل او باخر عدم تنظيم الاوراق كابتن ايهاب جلال له كل الاحترام وكل التأدير لان خلينا نعمل كمان سوفورت للمدرب المصري ايهاب جلال صورة للمدرب المصري لو كلنا انتقادنا بشكل غير يعني ادمي بشكل كبير لو اتكلمنا خارج نطاق الفنيات دا كمان بنهدم المدرب المصري ووثقة الناس في المدرب المصري اتمنى ان شاء الله من الاتحاد الكورم كابتن حزم ايماني النهاردة تكلم في كذا نقطة وخاصة بعملية التطوير انه يبدأوا سريعا بعملية تطوير المدرب المصري تكلمنا عن الرخص لازم الرخص تكون موجودة عندنا كوادر تدريبية جيدة جدا ولكن ينقصها وده اللي بتكلم فيه دايما مصر ينقصها العلم في كورة القدم العلم يا جماعة دوت انا بتكلم من 10-15 سنة الناس بدأت تشتغل كده فاثنانا النهاردة كابتن حزم ايماني تكلم كمان على المدير الفني القادم هيكون اجنبي على مستوى المنتخب الاول على مستوى الادارة الفنية للاتحاد الكورة كمان لجنة التحكيم هيكون فيه بداية من الموسم القادم هيكون فيه خبير اجنبي للتحكيم المصر هنتواصل مع طبعا الكورة العالمية كمان مع حضراتك